رئيس بعثة ثاني للمراقبين الدوليين في الحديدة يغادر دون تحقيق أي اختراق في جدار اتفاق ستوكول لا جديد غير معاناة اليمنيين المتفاقمة وارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في الحديدة غادر كبير المراقبين الدوليين مايكل لوليسغارد مطار صنعاء بعد إنهاء مهمته على رأس البعثة الأممية في الحديدة رحل تاريكان المشاورات معلقة في مرحلتها الأولى بين رفض الشرعية لخطوة الانتشار الأحادية من قبل الحوثيين وإصرار الحوثيين على تثبيت الخطوة التي تمت بإشرافه يكمل لوليسغارد فترته دون إحراز أي تقدم فحتى خطوة إعادة الانتشار لا تزال غير مكتملة وفي تفاصيلها خلافات بين الطرفين يغادر لوليسغارد بذات الظروف المشابهة التي غادر فيها سلفه الهولندي باتريك كاميرت الذي انسحب من مهمته بعد أزمة ثقة مع ميليشيا الحوثي أيضاً ومثلما تعرض موكب كاميرت لإطلاق النار في السابق من قبل الحوثي لم يسلم مكتب اجتماعات البعثة الدولية في عهد لوليسغارد من قصف ميليشيا الحوثي تمعن الميليشيا في إفشال ملف الحديدة كأحد ملفات اتفاق ستوكهولم لتمنع أيضاً إنعقاد اجتماعات لجان إعادة الانتشار في مدينة الحديدة وتعقد الاجتماعات الأخيرة في عرض المياه الدولية على متن سفينة أممية لم تنجح مساعي الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم نحو السلام بعد تجزئة الحلول وتفتيت القضية اليمنية الكبرى ولم تجد شيئاً غير كسب الانقلابين للوقت وإطالة أمد تيهي اللحظة اليمنية مراوغات وتنصولات الحوثيين هي نفسها حاضرة في تفاصيل الحلول المجزئة كما كانت في مشاورات القضية الكبرى المتمثلة باستعادة الشرعية وإيقاف الحرب في جنيف والكويت ثمانية أشهر على اتفاق السويد الأممي ولا سلام يلوح في الأفق وهو لولوسغارد ينهي مهمته عند نقطة اتفاق الطرفين على تفعيل آلية جديدة لوقف إطلاق النار والتهدئة اتفاق هش محفوف بالمخاطر وخيارات تكاد تكون منعدمة رغم رهانات المبعوث الأممي على الحل السياسي واستبعاد الخيارات العسكرية